قبل بس انت متأخر يعني هو انت كان قاطع في اليومين ثلاثة اللي فاتوا فيعني مش انا اللي متخاز هو اوكي يعني انا متخازل او متأخر ولكن انت اطع فعلا يا شباب خلينا نبدأ بالمراجعة المتأخرة ديت وهنبدأ بالجزء اللي هو الترشيح الجزء اللي من غير حال قصة العمل عن يوجي الشخص اللي ما يعرفش حاجة عن اللعنات اللي موجودة في العالم ولا عن الرعب بتاع العالم ده ففي يوم من الايام بتحط في موقف ان هو مضطر ان هو يتعامل معها وبيضطر ان هو يأكل اصبع ملك اللعنات ومن هنا هو بيخش العالم ده من اوسع بوابه وبتحصل مع الموقف اللي احنا مر عليها اللي هي حاجات مغيرة في شخصيته قصة نوعا ما مستهلكة من كتر ما شفناها ولكن مش هنا العبرة العبرة في هل الكاتب عملها بطريقته ولا لا اللي جاء بقى ولأ في نفس الوقت اوقات الموضوع كان بيكون عبارة عن شبيه بل ان انت تقدر طول نسخة من طريقة سرد الاعمال تانية ولكن هو يقدر ان هو يقدر ان هو يخرج من القوقعة اللي هو حط نفسه فيها من البداية ده وتميز العمل بان ساعة لما شفنا ان هو يقدر يحط الشخصيات بتاعته في مواقف يقدر ان هو يغيرها يقدر ان هو يغير من قناعتها تطور الشخصيات كان احد اكثر العوامل الكويسة في العمل ما بقولش ان الشخصيات عظيمة ولكن حلو جدا ساعة لما تلاقي ان الشخصيات بتتصرف بمنطق بشري فيه التقلبات بتاعت المشاعر فعلا تتصدق كمان جانب الاكشن كان مميز جدا في العمل من ناحية اكتر من عامل من ناحية الرسم والتحريك اللي كانوا بيتنقلوا بتميز واتقان شديد بين الثري دي والتو دي او بمعنى دق ادر اول جانب الانتاج كله لان برضو كان فيه ثيم موسيقي كان حلو جدا وممتع والعامل التاني او الجانب التاني هو دخول العوامل البشرية والتصرفات البشرية في القتالات بتاعتنا في الاكشن اللي احنا كنا بنشوف زي وساخت الشخصيات او تقلبات مشاعرها او ذكاءها او خبرتها وده بيؤدينا للجانب الدرامي اللي الكاتب قدر ان هو يخلق احداث وافكار كويسة جدا للشخصيات زي تفكير واسباب تفكير اللي عناه او التأثير من الجانب ده على الابطال بتاعنا بالاخص لما بنوصل ليو جي البطل الاساسي بتاعنا ليه حاجة بتخليه بعد كده يبيحاول ان هو يوصل للاجابة بتاعته وماقدرش اوضح اكتر من كده لان ده الجانب اللي من غير حاجة مختصر اللي فات هو البناء الجيد واللي ماشي في الطريق الصحيح والنوطة دي بتنيلنا للبناء بتاع موازين العالم اي نعم النوطة دي فيها جانب سلبي هنجيل في نوطة السلبيات ولكن الكاتب بيحب دايما يدي تلميح وتوضيح وشرح للقوة اللي هو بيبرزها عشان بعد كده يبرر منطقية وموازين القوة بتاعته ولكن برضو لازال في اسرار في موازين القوة بتاعت العمل ولكن مش هعتبرها من السلبيات لان النوطة دي في عليها نوعا ما تلميحات ولكن ما تقطعش هل التلميح ده راجع على القدرة اللي احنا بنتكلم عليه او بندور على ايه التفسير بتاعها لسه لحد دلوقتي الكاتب ما شرح فالنوطة دي لسه ما تعدش عيب وده بيخلي التعقيد بتاع موازين القوة مناسب بشكل ما الجانب اللي بعد كده هو الانخراط والتفاهم اللي بيحصل سواء ما بين الشخصيات او طلاقي افكارهم اللي بتوصل ما بينهم وما بين بعض بشكل منطقي ومش كرينج السوداوية اللي شبهتني وفكرتني نوعا ما بيرسلك وبما اني فان للعمل فانا حبيت الجانب ده جدا اي نعم هو مشى على نفس المستوى تماما ولكن هي لازالت نوطة كويسة عارف يوصل الجانب اللي هو عايزه من السوداوية بتاعته بشكل كويس وعارف برضو يكسره احيانا بجانب الكوميديا بشكل مابول وبقول ليه احيانا ومابول لان في جانب على النوطة دي في جانب السلبيات ويمكن نوطة انا مستغرب ان انا ضفتها في الوقت الحالي ولكن بساعة لما فكرت فيها ليدها منطقية شوية هو جانب الحوار الحوار اللي كان ماسك نفسه الحوار اللي كان منطقي ما بين الشخصيات الحوار اللي كان كويس في بعض الاحيان كويس جدا ومعتقدش انه في وقت من الوقت حسيت كأنه اقل من مابول واظن هم دول يعني الاجابيات اللي من وجهة نظري وان شاء الله ما كنش نسيت اي حاجة فدلوقتي هنتنيل للجانب الخاص بالسلبيات المشاكل اللي موجودة في العمل اولا الكوميديا والنوطة اللي انا قلت عليها اللي هي كانت في احيان كتير مش احيان وليلة كانت في وقت غلط كانت لطيفة ولكنها كانت في وقت غلط كانت غير مناسبة للجو اللي نوعا ما اترسها الموقف كان بين انه هو داخل بجدية ولكن كان فيه هخة بتحصل وابرز مثال ممكن اقول على النوطة ديت هو تهدو بالعقلية والطريقة والتصرفات الهخة اللي موجودة فيه عقلية الشخصية ومش عايز اوضح اكتر من كده برا النوطة التانية الشرح المتفرق لموازين القوة النوطة ديت ما فديتش العمل بشكل كويس الكاتب اختار من وجهة نظر الخيار الخاطئ بالنه هو يشرح الموضوع على شكل متفرق ما يشرحوش على ركائز اساسية وبعد كده يشرح حاجات فرعية بل انه كان بيشرح النقط اللي هي هتفدنا فيه المعارك او الارك اللي جاي وكان بيشرحها بشكل نقص عشان ممكن يستخدم الحاجات الخفية ديت بعديد وهكذا دوالي في الاركات المتتابعة فهتلاقي ان احنا وقفنا في اوقات كتير على نقط الشرح بتاعت موازين القوة بتاعتنا وعشان تقدر ان انت ترجع وتستجمع كل اللي فاد ده كله وتاخده كده باكج كل على بعض تقريبا هترجع الممكن لنص الحلقات او لتلتها على الاقل اظن يعني ولكن مرة تانية زي ما قلت النقطة ديت والشرح ده والظهور والابراز بتاعت القوة اللي هو كان دايما بيعمله كان بيكون عليه تلميح في معظم الاحيان اللي لم يكن كلها يعني تقريبا عدد النقطة الجاي النقطة التالتة الهاهاهاهاهاها اللي حصلت تقريبا على ما ظن في الحلقة السادسة والتابع العمل عارف ناصه دي مش عارف اقول دي تسليكة كاملة ولا دي شبه تسليكة وممكن في نقطة بسيطة ممكن تبرر اي حاجة ممكن تمشي ولكن دي قد تكون هي النقطة الوحيدة اللي حصلت وما كانش عليها تلميح كافي ووافي لخاصة انها ما كانتش نقطة بسيطة وبس دا تقريبا السلبيات اللي عندي ان شاء الله برضو ممكنش نسيت اي حاجة وفي الوقت الحاني هيتنقل للنصف التاني اللي انا ما رجعتوش اللي انا كنت متخازل عنه بس دا تقريبا هو الجانب انت مستني التقييم معلش مش انا اقولت في مراجعة داتك خلاص ناوي ان انا بطل ناوي التقييم يعني اظن ان الكلام باستفادة هو وافي اكتر من نقطة التقييم مش عايز ان انا اوجع دماغي بان انا اعود افكر في النقطة ديت وعود افكر هل الرقم ده يعني مستحق ولا لا خلينا اتكلم بشكل عام وممكن نقدر ان احنا نتناقش على الاقل يعني اكتر من مجرد رقم الكلام اللي انا قلته دلوقتي ممكن ان احنا نتناقش فيه تحتها دي في التعليقات بشكل سهل دلوقتي هنتنقل للجانب بتاع الحرب وتصحيحا الكام معلومة قلتهم في المراجعة اللي فاف اولا انا قلت انه تواضه وما بيستخدمش الجوجدسو الا قدام اول حاجة تماما للعنات الى من الدرجة الاولى او اللعنات الخاصة ودي كانت نقطة غلط وما بيستخدمش القدرات بتاعته هو بيستخدم الجوجدسو عادي بيستخدم الطاقة الملعونة اللي في القبضات او انه بيدافع عن نفسه وخلافه تاني حاجة قلت انه في الشيجره وما بيحترمش غير زين او ماكي ولكن يعني من وضح ان انا كنت سمع غلط او يعني اريتها غلط ايا كان هو بيحترمش غير اوكوتسو اللي هو مش موجود معنا في الاحداث نخش بقى دلوقتي على المراجعة مشاركة الحواسمي ديت او تقريبا انا اظن اسمها كده هي اللي تعاون معها جوجو بعد كده في الحلقات الحلقة الاخيرة على ما اظن وهو ده السبب بتاع تعاونه معها لان هي تقدر ان هي تتعرف على مين هو القائل لان هو ممكن يكون عنده شك في ان ممكن واحد من الطلبة وعلى حسب ما سمعنا من ماهته ان فيه شخص متعاون معهم داخل الجوجوزو او منظمة كمان زي ما احنا ما شفنا مع جوجو ان العجوز اللي احنا كنا فاكرينه واسخ طلع يعني عنده سن التبرير للموقف بتاعه ان هو خايف على اللي ممكن يحصل نتيجة وجود يوجي ولكن برضو في نفس الوقت اطلح لنا حاجة مهم انه مش هو القائل ممكن يكون فيه شخص تاني داخل المجلس بتاع اللي مسكين الجوجوزو او ايا كان ولكن زي ما قلت من شوية جوجو ممكن يكون لمح لفكرة ان واحد من الطلبة هو اللي خائم واحد من الطلبة اللي كانوا محاضرين ما اعتقدش فهل من الممكن هو يكون شخص تاني ده احتمال وارده معركة العجوز مع الشخص اللي هو بتاع الرف المعاطف ده مع اننا مشينا في الاحداث شويتين حلوين جدا مع يوجي ومع اللعنة اللي كان بيقتلها مع توضو الا ان في المعركة بتاعت العجوز دي اطيها تقريبا ما تحركتش غير شوية دي كده شوية صغيرين وده يمكن بسبب ان العجوز ساعت لما نبه او قال جوجو انه ما يتلوش ده كان العجوز كان بيحاول انه ان هو يخرج قوة محددة مش عايز ان هو يخرج قوة مندفع ويهتل الشخصية بتاعت المعاطف دي وده اللي خلى جوجو ان هو ما يتجهش لعند يوجي ويجي لعند مكان العجوز ده لانه لسه لحد الوقت يشاكك فيه بالاخص كمان ان هو مش عايز ان الشخص ده اللي هو ممكن يخرج منه معلومات مهمة جدا يفلد وزي ما قلت لانه كان لسه شاكك في العجوز ومنه ومن هنا تدر تقول ان جوجو اتاكد ان العجوز ده مش خاين نوعا ما ولكن الحاجة اللي قالها جوجو بعد كده لو هي المسافة بعيدة عن يوجي فده بيوضح لنا حاجة مهمة انه مش قفزات دودية ويقدر انه يروح لأي مكان بل انه لازم يعلم المكان قبل ما يروح له او لازم على القلب يكون شايفه ده هو اللي ممكن يخلي جوجو يقدر يتنقل لأي مكان هو عايزه اما عن تفسير القدر الجوجو اللي اطلقها هنا فهي اشبه بان هو اطلق زرتين متساطمتين بسرعة مريبة من سرعة الضوء اللي هي ولدة انفجارة هائل جدا اللي هو ولد ان هو يقدر يطلق حاجة اشبه بالانفجارات النهوية او اي ان كان اظن ان هو ده اللي حصل نبرة اللي مش يوسلس اللي برزت لنا المقدرة والقدرات بتاعتها ان هي تقدر تأثر على اي حاجة فيها لعنة او اي حاجة هي عايزها تقدر ان هي تاخد طرف منها نبرة في الحلقة ال 24 قالت لنا هاها ليا والكل اللي قال عليها يوسلس قبل كده بلنا دلوقتي مدى المقدرة اللي موجودة عند الشخصية حتى طريقة التفكير بتاعتها دلوقتي برزت بشكل كويس الابراز بتاعت القدرات بتاعتها وان هي فكرت بشكل سليم على مدار الاحداث دي اتنقلتها من خانت اللي انا كنت حططها فيها ان هي شخصية يوسلس ودايما بيتم اختطافها في الوقت الحالي نبرة شخصية كويس ولكن صدقا يعني ابراسها لعبة الاطفال دي تنزل منها شويتان يا حاجة مضحكة انا عارف يعني ان هي منطقية عشان ما تيتلهاش ولكن برضو يعني حاجة مضحكة امسك الرصاصة من ماكي وتكوينها من ماي اللي يخطى خلينا امسك التكوين بتاعها واختلافها عن توسيق المجال في الوقت الحالي تذكر ان ما في حاجة بتجيسد عن طريق جوجوزو ما بتختفيش ودا اللي بيخليها تستالك طاقة عليها جدا ده على العكس من توسيع المجال اللي هو بيكون زي منطقة محيطة بس عشان تقدر ان انت تخلي الهجمات بتاعتك مطلقة ولكن ساعة لما الشخص بيحب انه يلغي المجال بيقدر انه يلغيه بشكل طبيعي عادي ده على العكس من اللي حصل هنا مع ماي وتكوينها للرصاصة امعني مسك الرصاصة فكنت كاتب مقالة قد اين ممكن الموضوع ده في مبالغة ولكن النقطة اللي توضحت مع نقطة العقد السماوي اللي موجود مع ماكي ده بيوضح لنا ليه الشخصية كانت فقدة لقدرة انه تشوف اللعنات او تشوف الطاقة الملعونة غير كمان انه تستخدمها يعني دية حاجة بررت لنا ليه الشخصية كانت فقدة النقطتين دول ده عشان هي عندها قوة جسدية مهولة جدا وده اللي بيبرر المدى المهارة اللي موجودة عندها في الوقت الحالي وده برده بيبرر امسكها للرصاصة وفي حالتين ممكن برده نذكرهم عن العقد السماوي بالشكل اللي احنا شايفينه في الوقت الحالي هي الحالة بتاعت اين وماكي وانه مش قادر انه يتكلم بشكل طبيعي زي بقى البشر على ان كلامه بيتطبق فهل ده برده عقد سماوي حصل معاه في انه يتاخد منه طريقة الكلام العادية في مقابل ان كلامه هيتطبق وهيتحقه وده ممكن يكون برده نفس الكلام اللي حصل مع يوجي انه هو دلوقتي مسلوب منه حاجة في مقابل انه عنده القوة الجسدية الكبيرة ولكن احنا شايفينه بيقدر انه يستخدم الجوجودسو بارياحية تامة فده من الممكن انه هو يعني بيبعد النقطة ديت شويتين بل مش شويتين بيبعد النقطة ديت بنسبة كبيرة جدا بنسبة تخطى تقريبا عن 90% ولكن من الكلام الكتير ده عن الشخصيات الانثوية فاحب اقول ان الشخصيات الانثوية هنا مش كرنج مش شخصيات وعشة تماما ليه باشدد على النقطة ديت لان في العادي وجودهم انه هم شخصيات ما لهمش اي داعي في الشنن الرخيص بمعنى اضق بالذات لما نتكلم عن ان هي الشخصيات ديت موجودة عشان بعد كده تكون زوجة البطل وما ينفعش نتكلم في الموضوع ده عشان دي اعراض البطل يوجي والواميض الاسود وكلام توض العقلاني مع ان طريقته هخة بتودينا لان الشخصية لا تسوي نفسك مساشية طعمية ولكن دلوقتي الواميض الاسود اللي كان عملي تشرح انه هو مدى الصعوبة وفي الوصولة بتاعته انه هو جزء من الري ري 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 اليات تريليون يوجي بقى بالنسبة للغميد الاسود كأنه لعبة النقطة ديت ممكن 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 ان هي تتبرر عن طريق مدى يعني فراغ عقلية يوجي انه هو شخصية يعني عقليته قد كده وفي نفس الوقت ممكن نحمل النقطة ديت على ان هي لها علاقة بالنقطة بتاعت الجد يوجي مش عارف يعني تدينا ان احنا نحمل النقطة ديت اكثر مما تتحمل وندخل قدرات يوجي كلها ان احنا يعني جد يوجي ممكن يكون عمل حاجة ولكن انا انتظر ونشوف والجانب بتاعته انه هو لازال بيبرز احسن ما فيه الطريق وتحليل الشخصية وعقليته الفزة في المعارك هي احسن ما يملكه او احسن ما تملكه الشخصية ولكن عقليته مهلبية على الاخر ونقطة تانية مهمة عشان الكلام اللي جاي هي نقطة الاجزاء اللي هي من الثانية الاجزاء اللي من التريليون زي ما شفناها مع الواميد الاسود النقطة ديت والنقطة بتاعة التودو هي اللي بررت لقدر ان هو يلغي جوجودسو في اجزاء بسيطة جدا قبل ما لها حاجات اللي بتخرج من اللعنة دية تصيبه لانها كانت ساعتها تمتص الطاقة الملعونة وبمناسبة ان الانيمي جاي بذكر البيسول فاحب افكرك بمراجعة افضل انيمي رياضي المراجعة موجودة من هنا او من هنا زي برضو ان فيه شرح وافي للقوانين بتاعة اللعنة شخصية فوشيجرو اللي انقلبت 180 درجة تقريبا في الحالة 23 لماذا انسحبت حينها المجازفة بالموت للفوز والموت من اجل الفوز شيئان مختلفة كل دي كانت محطات رسمت للحظة اللي فوشيجرو هيخرج فيها كل اللي عنده اللي كانت في اللحظة دي لحظة كان فيها اخراج لكل ما عنده بدل من الاتكال على الورقة الرابحة اللي موجودة عنه الكنز المقدس اللي كان بيقول عليه لحظة بالفعل فوشيجرو تخطى فيها حدوده ولكن مش نفس الحدود اللي كانت موجودة عن ديامي اللي هي هو فيه بطل او اصدقاه ويعني بيموتوا يا باشا لا المقصود هنا مع فوشيجرو هي كانت حدوده العقلية حدود فكره القاصر حدود استخدامه ليه او اعتماده على نوع يضحي بنفسه عشان يقدر النوع يوصل للفوز مش بالنوع بيغامر بالموت عشان يقدر يفوز ده كان اسهل واكثر اختيار راحة بالنسبة لفوشيجرو لانه كده كان بيرضي نفسه ان انا يعني عملت اللي عليك تقدر تقول ان ما كانش فيه مغامرة منه مع ان طبعا يعني بالتأكيد كنزو المقدس ده مش هيكون ذا قيمة لو كان يعني مش هيأثر على فوشيجرو مش هيأثر على فوشيجرو بالسلم بالنسبة للارتباط الثلاثي اللي موجود ما بين الثلاث لعنات او الثلاث اشخاص بشريين اللي ظهروا لنا هنا اللي هم يعني ميكس ما بين لعنة وما بين كونهم بشر ليه بقول ميكس لان ده حصل في الماضي القديم ان التزاوج ما بين اللي هي الشخصية ديت البنت ديت او الام ليهم وما بين لعنة وده حصل عن طريق مستعمل جوجودسو وكان مهوز بشكل باك وده اللي خلاه ان هو يقدر انه يخرج ثلاث لعنات او ثلاث بشريين ثلاثة ميكس ما بينهما بين بعض فهم اخوات بالفعل وعشان كده فيه رابطة دموية كانت موجودة ما بينهم عشان كده هم كانوا عايزين يحموا بعض وعشان كده هم انضموا الجانب اللعنات لان هم هيتفهمهم اكتر وده بيودينا لان تثلاث شخصيات دول هم شكل ما شبه يوجي نفس الحالة بتاعته مش الكل هيقدر انه يتفهمهم ومن الممكن ان احنا مر مع يوجي على الاخ الثالث ولكن لو كان يوجي عارف الماضي بتاعهم ده وعارف هم وصلوا لحد كده ازاي هل كان هو ونبرة هيتصرفوا معهم بنفس الشكل اظن ان يوجي كان ممكن ان هو يوافع عند لحظة ما لانه كان هيحس ساعتها انه يعني هو بذات نفسه كده يستهل الموت بل اخص بعد اللي سمعهم من سكنة في اخر الحلقة دي الاثنائي اللي احنا شفناهم دول هم مختلطين بالدم وريبين من بعض فنبرة قدرت ان هي تأثر عليهم هم الاثنين ليه مادرتش تأثر علي اخوهم التالت لانه في الغالب مبتعد عنهم مسافة طويلة جدا ونطوط التعاون ما بين الثنائي دول هي من اكتر الحاجات الكويسة اللي حصلت في المعاركة ديت ويمكن يعني ممكن تستغرب الكلام اللي انا اقوله اللي ابرز نطوط التعاون ديت هي اللحظات الكوميدية اللي كانت بتحصل ما بين الشخصيتي ابرز مدى قرب عقلية الاثنين مع ان يعني فيه فارق واضح ان يعني نبرة ممكن تكون ازكى من يوجي بفارق كبير وعلى الجانب التاني يوجي وادراكه لمدى ان هو بيتل الشخصيات مع انه عارف ان هم عندهم مشاعر بشرية وبيعتذر لهم في نفس الوقت النقطة ديت والكفة ديت متعدلة مع اللي موجودة في عقليته واللي احنا مرينا بيها معاه لان هو مش شخص تقدر تقول عليه ان هو منافق هو دي مشاعره الصديقة ان هو فعلا معتذر ولكنه في نفس الوقت مش قادر ان هو يعني يمشي الدنيا معاهم ويخليهم يكملوا حياتهم عادي لان ده هيكون على حساب حياة ناس كتير بالنسبة بقى للحالة بتاعت اللعنة اللي هي كانت في الارك الاخير فنقدر نقول ان هي كانت بتسيب اثر على الاشخاص اللي بيينزلوا تحت الجسد وبيعدوا النهر ولكن طول ما هم موجودين في المجال المتوسع جدا بتاع اللعنة دي تقدر تقول ان هي بتخليهم يغم عليهم ولكن عن طريق الاثر اللي هي سبيته عليهم دي بترجع بعد كده وتقتلهم وهم بيفضلوا عايشين بسبب ان المجال بتاع اللعنة دي هو مجال ضعيف وبيضروش ان هم يشوفوها بسبب ان هم بشر عديد والمجال بتاع اللعنة دي بيفكرنا بمجال اللعنة اللي كان موجود في الارك بتاع السين اللي هو كان مجال فوضوي ومجال غير مكتمل اما عن شكل اللعنة وان هي شبه هتلر برضو اللي كان موجود في ارك السجن الشخصية اللي كانت موجودة ساعتها ليه اللعنة دي رجعت ازاي؟ اولا التفسير بتاع النوطة دي ان اللعنتين اللعنة اللي كانت في السجن واللعنة دي هم الاثنين معهم اصبع من اصابع سكنة وده بيودينا لان اي لعنة هتحمل الاصبع بتاع سكنة والاصبع ده هيستيقظ على حسب الكلام اللي قالوا سكنة في اخر الحلقة بتاعت الاربع وعشرين فالقوة اللي موجودة عند اللعنة دي هتستيقظ وهيكون عندها قوة اعلى وهيجسدوا تقريبا بنفس الشكل الا لو حصلوا على اصابع اكتر فهم الاثنين شبع بعض لان معهم اصبع سكنة مش عشان اللعنة رجعت وتجسدت مرة تانية اظن ان ده هو التفسير ولكن بسبب ان اتدر تقول اللعنة دي فضل معها الاصبع لمدة اطول لاننا مرنا عليها بعد مدة اطول وده اللي مخليها اقوى زي ما قال فوشيجرو من اللعنة اللي كانت موجودة في السجن سعدي اللي كانت لعنة خاصة برضه وبالنسبة تقريبا واخيرا للمراجعة دي للزناد اللي قال عليه سكنة هو ان مع تفعيل يوجي واكله ليه اصبع سكنة اتفعلت تقدر تقول الاصابع بتاعت سكنة بشكل تلقائي لان هي عايزة توصل للمصدر اظن ان انت فهمت دلوقتي ليه سكنة بيقول لي يوجي ان موت الناس ديت او في ناس عملت موت بسببك ده لان هو خنزير ده لان بالفعل من ساعة لما يوجي اكل اصبع سكنة في ناس عملت موت بسبب الاصابع بتاعته وفكرة ان احنا مشوفناش يوجي بيلوم نفسه اساسا في اخر الحلقة كانت نقطة حلوة جدا 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 ولكن من الاكيد ان فعال الشخصية هو بيفكر بيحط مدى حمل اكبر على نفسه بعد اللي هو سمعه من سكنة ويمكن النقطة ديت بترجعنا ليه سكنة بيحاول ان هو يخلي يوجي يكرهه وبالشكل ده مش هيديله صلاحية ان هو يستخدم جسد او يديله التكسيد ده لان ده الهدف اساسا بتاع سكنة هو مش عايزه يديله التكسيد لان بالشكل ده يوجي هيكون بيخالف العقد اللي تم انشاؤه في الحلقة السادسة اظن وده اللي هيخلي في عقوبة من قبل العقد ده هتحصل على يوجي بعدين واخيرا نظام الترشيح اللي تقال في كلام قبل كده سابق من نانمي ان هو يقدر ان هو يرشح وان اساسا هو ده النظام القائمة عليه منظمة الجوجي تسو عشان الشخص يقدر ان هو يرتقي المستويات اعلى فلازم يكون في تعاون من الاساس ما بين مستعملي الجوجي تسو زائد ان اصحاب المستويات الاعلى يقدروا يعلوا المستويات الادنى ويخلوه منهم يصعدوا في المراتب وبس ده كان كل اللي كان عندي في الفيديو النهاردة يعني معليش اذا كانت المراجعة ديات متأخرة يعني مش اذا كان هي بالفعل متأخرة اسبوع بالكامل يعني كده يعني كده يعني مراجعات بتاعت الحلقات يعني متأخرت ولكن كان فيه متحنات ونتفصل وبس لايك شير سابسكراب شكرا على المشاهدة سلام